السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أصدقائي حياكم الله اليوم إن شاء الله فيديو سريع بخصوص فيروس كورونا والأحداث التي تحدث أنا أسجل على حسابي على تيك توك فادي سميسي مجموعة من الفيديوهات في هذا الموضوع وفي غيره لكن اليوم معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يريدن ممرض على مصح كثير من الناس خاصة من المسلمين يعني بيقولوا أنه قل لن يصيبنا إلى ما كتب الله لنا والأعمار بيد الله كلام صحيح لكن كإنسان مسلم يجب عليك أن تأخذ بالأسباب يعني عندما تطلب منك الدولة التي أنت فيها عدم الذهاب إلى المولات أو عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة أو عدم الذهاب إلى المتنزهات حتى لا يحدث هناك يعني اختلاط وربما يكون في شخص مصاب فيؤدي إلى سرعة انتشار المرض فيجب عليك أن تقوم بهذا الأمر لأن مشكلة هذا الفيروس أنه فترة حضنته طويلة بالإضافة أنه ربما لا تظهر الأعراض بشكل مباشر فالإسلام قال لك لا يريد ممرض يعني إنسان مريض على مصح وهذا هو ما يسمى الآن بالحجر الصحي بمعناه الحديث أيضا هناك نقطة يعني مهمة أخرى هي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجثوم فرارك من الأسد فأيضا يجب عليك أن تبتعد أنت عن الأشخاص المريضين بما أن هذا الفيروس لا يظهر أثر المرض بسرعة لذلك الدول التي استطعت احتواء المرض هي الدول التي التزمت بعدم خروج الناس من منازلهم إلى للضرورة ذلك يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نلتزم بهذه الأمور وأن نهتم بالأمور التعقيم وما بالشابه ذلك التي نسمعها نحن والتوصيات لكن مهم جدا عدم الاختلاط عدم الذهاب إلى الأماكن العامة إن لم تكن هناك حاجة وهذا من الأخذ بالأسباب لأن لا يجوز الإنسان أن يقول والله أعمار بيد الله وبرمي نفسه تحت سك القطار فهذا الحديث أحبابت بس أن أشاركه سامحونا الآن لاحظوا الحق فيها خطأ طبعا المفروض المفروض تكون لكن على السرعة فهذا الحديث فقط سريع أحبابت أن أذكر نفسي وأخواني به وسلامتكم جميعا إن شاء الله وأبعد الله عننا وعنكم الأذى والمرض ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد هذا البلاء عن عباده جميعا في مشارق الأرض ومغاربها ولا تنسوا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ففي بعض البلاد إذا لم يكن هناك صلوات للجماعة فيمكنك في البيت أن تصلي وأن تدعو الله سبحانه وتعالى فأنت مع الله أينما كنت وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لا تنسوا الاشتراك في القناة الإعجاب بالفيديو ترك ملاحظاتكم أو أسئلتكم أو استشاراتكم أو اقتراحاتكم لكم مني كل المحبة والود أنا فادي سميسين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة